اشتركوا في القناة اولا خاصنا نعرف بعض العمليات في المجموعة عائر وعلاقتها بالترتيب اذا خاصيات للترتيب والجمع اذا كانت خاصية ترتيب والجمع خاصية ترتيب والجمع يعني اذا كانت مثلا ادنى قاعدية اذا كانت ا صغر من البي وعدد السي اذا ادنى او بي وسي عدد تنتمي الى المجموعة عائر اذا اعتبرنا ا صغر من بي وسي عدد تنتمي الى عائر اذا اخذنا ا زائد السي رايبقى عندنا نفس الترتيب لوا ادنى بي زائد السي اذا انتنقولوا بان اذا اضفنا نفس العدد الى طرفي متراجحة لا يتغير الترتيب اذا انك نحافظوا على الترتيب والتالي يكون عندنا ا اصغر ا زائد السي اصغر من بي زائد سي بالنسبة الى اذا كان عندنا اربع دي الاطراف مثلا عندنا ا اصغر من بي و سي اصغر من دي سعطينا ا زائد ا زائد سي اصغر من او يساوي بي زائد دي اذا انجمعوا في ا مع السي وانجمعوا دي مع بي وغضي يبقى عدنى نص الترتيب ما يتغير سينا الترتيب انتوما اول رمز ربقى كما هو الترتيب والضرب اذا في الدرب اذا ضربنا في عدد موجب كنحافظوا على الترتيب ولا ضربنا في عدد السالي بكي تغيرنا الترتيب شنو شي يعني هذا شي هذا ممش هذا لك ندنا ا اصغر من او يساوي بي والسي اكبر częيقب Comedy ان اكبر من او يساوي السافر يعني اما السي اكبر من الاسافر concern او يكون اول عادي اول مولتها اذا اذا ضربنا ا في السي وتآه ببي او سلي جيد سوفوف قامل نäreنا турشةent ي names عدد موجب فست في ادب من وش ترتيب k يبقى عدنا نفس الترتيب أصغار من B مضربة في C وإذا كان عدنا C عدد ساليب ناخد نفس العدد لأواء أصغار من B نفس نفسها متراجحة وصيبنا ناخده عدد ساليب إذا كان عدد ساليب سيبدلنا الترتيب إذا كان عدد ساليب سيبقى أكبر من B مضربة في C إذا كان عدد ساليبقى أصغار من B و C أصغار من B و D ولكن يجب أن عددنا شرط ما هو الشرط؟ هذا هو يكون A و B و C و D أعداد حقيقية و موجابة إذا كان عددنا A و B و C و D أعداد حقيقية و موجابة إذا أخذنا طرف الصغير و مضرب في الطرف الصغير و مضرب في الطرف الصغير و مضرب في الطرف الكبير سيبقى موجابة إذا كان A و C أعداد من B و C أعداد من B أصغار من B و C لأننا نقول بأن تربط يحفظنا على الترتيب ولكن لدينا أطراف الموجابة لكي يوجد موجابة أخذنا خراية خاصية الترتيب و المقلوب فإذا إلي عدد هنا هو لدينا جيد компании موجبين أو سريبين فإذا يعطينا جهدها موجبين وية اداد عليهم إذا إلي اعتبرنا عدد ان إذا أعتبرنا كن عدد أساوى بال وكانت Lahat وجد إشارة فإن människor سيتقلب علينا الترتيب افوان. اذا في المقلوب سيعطينا العكس جدر الرمز هو لدينا واحد على A اكبر من او يساوي واحد على B اذا قالنا اخر حاجة قريبا هي خاصية الترتيب والمربع وكذلك الترتيب والجدر المربع. إذا كان لدينا A اصغر من او يساوي B فان A و الستنان اصغر من او يساوي B و الستنان نقول بان المربع يحافظ على الترتيب. نسمى جدر المربع الى كان لدينا A اصغر من او يساوي B ركي كاف لنا ان الجدر المربع ديال A اصغر من او يساوي الجدر المربع ديال العدد ب B. نقول بان الجدر المربع يحافظ على الترتيب. مثلا الى ادنى ا اي اعددين اي اعددين اعدد ينتمي الى R اه رئي مجموعة الاعداد الحقيقية كما قرأنا في الترتيبات اذا لك ان ادنى ا ينتمي الى R فان مباشرة ا ا او الستنان كما بغي يكون هذا ا ا اه دمو مش انتمي الى R ا او الستنان انا راه اكبار من او يساوي 0 يعني يكون المربع دياله عدد موجب أو لك يساوي السفر إذا كانت مثلاً A أصغر من أو يساوي السفر و B أصغر من أو يساوي السفر فعتبرنا A أصغر من أو يساوي B سيتكافئ لنا المربع ديالهم سيتقلب لنا ترتيب هذه الحالة التي تقلبها ترتيب بالنسبة للمربع إذن سيكون لدينا A و S2 أكبر من أو يساوي B و S2 هذه الحالة الوحيدة التي تقلبها سيكون لدينا المربع على ترتيب لأننا لدينا العددين ساليبين و أخذنا A أصغر من أو يساوي B سيكون لدينا مربع ديالهم من طبيعة الحال سيكون لدينا A و S2 أكبر من أو يساوي B و S2 و أخذنا مثلاً A هو ناقص 7 و B هو ناقص 4 إذا لدينا A أصغر من أببع إذا لدينا المربع أ أصتتنان هي تسعود أربعين و B أصتتنان هي 16 سيكون لديك كبير أولا ببع إذا A هي لديك كبيرة اشتركوا في القناة